أيزائي مشاهدي قناة النجم الزهبي برنامج نمازج مضيئة أهلا بيكم معانا مع النموذج المضيئ من مدينة فوة المكان بالتحديد تقسيم المعلمين بفوة محافظة كفر الشيخ والطفلة المعجزة الحاصيلة على المركز الأول في المشروع الوطني للقراءة على محافظة كفر الشيخ واللي تم تصاعدها على مستوى الجمهورية أهلا بيك يا فريدة أهلا أهلا بيك عملي إيه الحمد لله تمام أنت لأخبارك إيه عمد لله فريدة الحقيقة عشان تكون نموذج بالشكل ده وهي يكون لها داعمين بشكل كبير من الدعم الأسري بشكل كبير جدا ماما وبابا وعمر وسندس صح؟ وعبد الله الله يرحمه وكمان من الدعم المؤسسي داخل فوة المدرسة والإدارة مدرسة إيه قلت لي؟ مدرسة الشهيد سمية وإدارة فوة طبعا التعليمية دا كمكان مؤسسي داعم لها كمان الأشخاص الداعمين لها الحقيقة نقابة المعلمين بفوة الأستاذ خميس الأحوال كمان من الداعمين لها السيد ميلاد وحسن اللي هو في برنامجهم هنشوف فوة الحقيقة بيسلطوا قدوء على كل نموذج مضيء في فوة قليلي بقى مين أكتر حد؟ حباء قوي 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 عشان تديله المركز الأول على مستوى المحافظة تديل مين ومين ومين بالترتيب؟ دي جادة التقدير لماما والميدالية الأخوية عامة الله ينور وين الفلوس بقى؟ ليه أنا صح؟ أقسامها بين مين ومين ومين؟ أختي وابويا وانتي هي وزعت على كل برافو عليك الله ينور يعني أنا ليه مبلغ؟ الحقيقة طبعا الأسئلة اللي احنا بنسألها دلوقتي مع فريدة أسئلة اللحظة يعني ما فيش ترتيب لها ولا حاجة الحقيقة هي بنت زكية جدا عندها سباة فعالي جامد جدا اللي هو أدربها عليه عمر ثقة وجمال وزكاء بسم الله ما شاء الله إيه رأيك؟ تقول لنا لكل صحابنا قصة أنت تختريها الملخص بتاعها تقولي قصة إيه؟ الصديق الكبير الصديق الكبير نادة كده ميسون لأرضي كواهو وقردة لكي يأتوا ويلعبوا معهم ثم قال لهم الفيل فالفوج أريد أن أصبح صديقا لكم وألعب معكم ثم قال لهم الكرد ميمون لا فأنت حزمك ضغم جدا لا نريد أن نلعب معك ثم ذحبوا لكي يشربوا من البقرة ثم رأى صخره كبيرة جدا ولم يستطعوا أن يهزوها ثم أتل في الفلفور وقال لهم لا تحزنوا فأنا هنا سوف أحركة زي السخرة الكبيرة بيضا لهمات الطويلة القوية جميلة أنتوا شايفين فريدة بسم الله ما شاء الله عليها بتقول كلام بكل جسمها بكل تعبيراتها تعليق الصوت وتوطيته وبعنيها بكل حاجة بسم الله ما شاء الله أنا بس عايزة أوصل فكرة أن هي ست سنوات عشان حد يوصل للمجهود ده وهي ست سنوات محتاج جهد على فكرة جهد شخصي منها برافو عليها الله ينور عليها بسم الله ما شاء الله ولا حولها ولا قواتها إلا بالله ربنا يحميها ويحفظها يا رب وجزء من كل المحطين بيها سواء كان إدارة تعليمية سواء كان قسم المكتبات بشكل خاص كل العاملين فيه سواء في المدرية أو في الإدارة أو في المدرسة الحقيقة جهد مشكور جدا 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 إيه الرسالة اللي أنت تحب توصليها لكل البنات اللي في سنك لفوة ولكل الولاد تحب تقول لهم إيه عن القراءة أنكم يجب أن تحبوا القراءة لأن القراءة هي سلاح الأمم من تسلح بها نمع وصدع ومن تخلى عنها زلة وانقصة فالقراءة تفكير وعقل وتشديد أقراءة مستشفى للعقول ودواء للكلوب أقراءة تغذي العقل وتنير الروح بالمعرفة أقراءة تجعلنا نسافر إلى بلاد بعيدة وأنا جالسة في مكاني أقراءة أول كلمة نزلت في القرآن بل هي أول أمر نزلها على سيدنا محمد حين قال له سيدنا جبريف أقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عليك أقرأ وربك الأقرأ الذي علم بالقرأ علم الإنسان ما لم يعلم الله عليك أقرأة ذالتني أنا ينسي أنا ينسي أبني داري بالأحجار أصعد أهلي أخر مجاري أذرع أرضي بالأشجار أجري منا خير سميري أنت جميلة ورائعة 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 بسم الله ما شاء الله عليك الله أكبر بسم الله ما شاء الله قوليلي بقى أنت حفظ القرآن قد إيه معاكيدة عشان أنت تقدر توصلي كده لازم تكوني حافظة جزء من القرآن حافظة إيه أنا حافظة قرآن واحدة لما سيك بتاعي تاني بتاعي القرآن يجي أكون حافظت قرآن قصة كمان نقولها كل البنات اللي في سنك يستفدوا منها حاجة إيه الرسالة اللي أنت عايزة توصلها من خلال القصة تسامح الأصدقاء اسمي المؤلف أبو ميصوني القاضي دار النشر هبة النير عدد الصفحات أربعة وعشرون نوع هذا الكتاب سرقية مأة أصفر ملخص هذا الكتاب إيه محمد جكة جرس المنبه الساعة الساعة الآن السادسة صباحا استيقظ الولداء محمد وقريب طلب محمد لقريب أن يحضر له كوبة من الماء ثم قال له قريب لاي فأنا متعب فهذا حقي ثم سمعتهم الأم وقالت لهم حق النحر أحرار لكن هذا لا يمنعنا أنه ساعد بعضنا البعض فتعنقوا الأولاد بحب وسعادة واحدة كريب كوب الماء لمحمد عمر وسندس كانوا داعمين لك بشكل كبير جدا 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 بيدعموني وبيحفظوني برضا برهم إيه إيه دي إيه أنا جيب له عمرت أخون واجيب لي صندس أحلة اللي فوقنا أيزا مشاهدي قناة النجمي زهبي برنامج نمازج مضيئة الحقيقة طفلة معجزة تستاهل اللي احنا نسلط عليها الدوق ونقول هو دا النموذج اللي احنا كأولي أمور المفترض اللي احنا ربي ولدنا عليه والمفترض أن كل المؤسسات سواء كانت مؤسسات مجتمعية أو مؤسسات تعليمية تكون الحاضن والداعم لفريدة عشان نطلع منها نمازج كتيرة وأقل حاجة قناة النجمي الزهبي تديها لفريدة إن هي شهادة تأدير من قناة النجمي الزهبي على أنها نموذج مضيء لعام 2022 وإن شاء الله بإذن الله هيكون لها مستقبل باهر ورائع في خلال الصنوات القادمة بإذن الله ونتمنى لها مزيدا من النجاحات والنجاحات والنجاحات تقولي إيه بك؟ أنا ما أحبك أو شكرا أنا أحبك أو شكرا وأنا أحبك أكتر خالص 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 شكرا عزائي مشاهدي قناة النجمي الزهبي برنامج نمازج مضيئة تابعونا وحلقات فريدة جابر السر شكرا لكم باي موسيقى خلقات فريدة جابر السر